عايز اتكلم مع حضراتك عن الدهب والدهب بالنسبة لنا ده واحد من اقدم الاصول الاستثمارية في العالم الناس كتير جدا بتلجأ لده وخصوصا في الاولينا الاخير مظبوط شوف يا فندي من حصل يعني من اربع سنين تقريبا حصل ان في مشكلة هو طبعا ما انا ببعدش بيك اكتر من كده ولكن في حاجة اسمها الحرب الروسية الصينية آسف الحرب الامريكية الصينية الحرب التجارية دي خلت ان يكون فيه كثير من الدول والبنوك المركزية في العالم تلجأ ان يزيدوا من الملازل امن الدهب ويستغنوا عن الدولار ده اللي ادى لارتفاع كبير جدا في سوق الدهب في العالم وحصل انجزاب كبير جدا من المستثمرين في السوق المحلي بالاخص في مصر لما يتحوطوا تحوط كبير جدا في شراءهم للدهب وزي ما احنا عارفين النهاردة بقى تقريبا انصة الدهب في السوق العالمي وصلت لـ 2070 دولار ده من بداية السنة اللي فاتت تجوزت الـ 50% تقريبا او 40% ولكن لو بصيت عليها في 20-23 هنا في مصر تقريبا زادت 90% يعني اللي اشترى الدهب 21 تقريبا سنة 23 بس زادت الفلوس بتاعته قربة 90% وده عرض وطلب ولا ده الاسواق العالمية عموما هو طبعا فيه محددات لا التسوق ودخل مصر مختلف نوعا معنى السوق العالمي لا اول محددات العالمية فاندم بتحدد عندك جزء كبير جدا لأن السعر العالمي هو المحدد الاساسي ولكن طبعا احنا عشان عندنا النهاردة تغيرت سعر الصرف فبقى فيه محدد اخر للأسف الناس بتستغني عن العملة المحلية وتلجأ للدهب وطبعا فيه نظرية مشهورة للاقتصاديين النضرة العرض ده يعني العرض الاليل في الدهب ده خلى وطبعا فيه ارتفاع جدا فيه حجم الطلب هو اللي خلى فيه ارتفاع كبير في مستوى السعر دي انت بتشوفيه لكن على المصار بقى على مدار 24 يعني ان شاء الله سنة 24 دي عايزة ادي لحضراتك سبق كده لا الدهب في ارتفاع على طول سيبك بقى من المضاربة في الفترات ولكن احنا ابتدينا هون النهاردة في اول يوم تقريبا بعشرين سبعين يعني 2070 دولار للأنصة في امريكا أنصة الدهب في سعر العالمي هتيجي على اخر السنة مقدر لها اكتر من 2500 دولار طيب السيد حانوحيك شايفة ازاي الاستثمار في مجال الدهب والشروط او الحاجات المفروض تيجي في دماغي لو انا قررت ان انا استثمر في الدهب طبعا في السوق المحلي بيختلف عن السوق العالمي لان انا عندي في مصر بيستخدمه كملاز آمن ضد التضخم وبيبقى طبعا في دعاية من قبل التجار ان الاسعار هتزيد فالناس بتعمل نوع من الاهتمام بالشرفة بيبتدي يرتفع السعر طبعا احنا دولة مستوردة للذهب وليست منتجة فطبعا مرتبطين كمان بالاسواء العالمية الى جانب ان احنا عندنا تسعير الدهب مختلف قوي يعني في التسعين عن المستوى العالمي وبنلاقي دايما دايما لما بتتجه الفيدراليات حوالي العالم والمركزيات لتسبيت اسعار الفايدة بنلاقي الدولار بينخفض قيمته وبتدي الدهب يعلى قيمته وعلى هذا الاساس ببتدي ارتفع الدهب في السوق المحلي واحنا طبعا تغيرت وجهة نظرنا في الحالي كان الأول بنشتري الدهب لما نكون فيه شبكة او هنتزين به دلوقتي يلاقي الناس اختلفت خلص بقت تعملتك في الدهب وتمام واللجنيهات الدهب وما بنقدرش نلوم على حده نقوله لا ما تستثمرش انه هو عايز يحافظ على نقوده ضد التضخم بس برضو الفكرة اللي دايما اوضحها مش من السهل ان انت تسير الدهب وقت الاحتياج طبعا دايما دايما بنقوله ان انا لما اجي استثمر انوع بدل الاستثمار بالنسبة لي انا ممكن اكون غير متحمل للمخاطرة العالية فممكن انا اجيب اكتر من وعاء استثماري وما اتجهش للادخار الا بقدر يسير لان مهما كان يعني اسعار الفايدة اللي بيديها البنك مع انخفاض قيمة الشرائيل النقود مع التضخم بيبقى طبعا الاستثمار هو افيد ودايما بنواجه الشباب اه اأمن ودايما الشباب انا مهتمية بيهم جدا جدا لان متواصلة معهم طول الوقت عايز اغير وجهة نظرهم وفعلا الحمد لله انا جحت الفترة طويلة ان انا اوجيهم لاستثمارات امنة وما يكونش بس ادخار لان التنويع دوت هو صفحة الشباب لانهم عندهم قلبهم اجمد شوية من الكبار احنا كلنا نجمل قلبينا ان شاء الله ونتكلم اكثر عن الاستثمار لانه ده حديث العالم كله ولكن انت عاد في حضرتك الدهب انت من اقل حاجة يعني انت ممكن تشتري جرام دهب لغاية كيلو دهب موجود متاح خلاص في مصر يعني من السبيكة اللي هي جرام ويمكن اقل من ذلك معاكل غاية استثمار في كيلو دهب وده بقى يعني الشباب شايفة وبتتعامل فيه طبعا يتقال انا اشتريت كذا وانا اشتريت كذا فده شيء مهم جدا انه زي ما حضرتك بتقولي فكر الشباب في الاستثمار يختلف ويتغير ويكون في مختلف يعني هم دائما الشباب عارفة عندهم طبعا بيبقى حافز ان هو عايز يخاطر وبيخش سوق المال عايز يجرب وسوق المال سرعته واداءه سريع جدا فعلشان كده تلاقي الشباب طموحه ان هو عايز المكسب السريع عايز يبتدي يخاطر بفلوسه وامواله وفكره سهلا بنتفرم لهم برضو ما بنسبهمش يخاطروا المخاطرة اللعية مهم جدا مسألة التوعية لانه برضو في النص فيه ناس كتير بيبقى يعني ما بتحققش ومكاسب زي ما بتبقى متخيلة